يوقف التصويت وينتهي وبعدها مباشرة نعرف منهم فرسان البرنامج عسا الله يوفقهم يا رب العالمين سالم أنا أقول ترى هذا أعظم أو أعظم استثمر وانت استثمر في نفسك تحط هذا المال عشان تكون دورة لك في النهاية دورة إعلامية مكثفة إضافة إلى العلاقات عندك الدكتور عيضي قرني عندك البروفيسور طريق الحبيب هؤلاء ناتج يسمحهم بعشرات الألوف لأنهم أخذوا من العلم ما أخذوا أنت الآن يدخل عليك العالم ويدخل عليك الدكتور ويدخل عليك البروفيسور وأن تجلس في محلك وتتعلم منه وتسأل أسألة في خاطرك وإضافة دورة مكثفة هذا الشهور تنتهيب من هذه الدورة تعرف كيف تتكلم مع الكاميرا تعرف كيف تدير الحوار تعرف كيف تقدم الفقرات فهي فرصة باختصار فأنا أقول بدل ما الشخص عين يكون مشروعه ترى أنت استثمر في نفسك هذا هو مشروع حياتك صدقني راح يكون نقلة لك نوعية وأنا أقول للجمهور ادعموا تسابق اللي ترى أنه أهلا لهذه الأمر هم إن شاء الله جميعا أهلا للإعلام وأهلا لهذه الملصات اللي وصوهم فيها رسائلهم الله يوفقهم جميعا وربما بكت تقلب الموازين ما ندري طيب أعطيكم معلومة أعطيكم معلومة جميعا وصلني قبل شوية تصويت حلو كنت أعلم فجأة انحذف التصويت من عندي حذفه ليش؟ تغيرت المراحة والله أنا خلال خمس دقائق أقل أقل من خمس دقائق أنا أنتظر الوقت المناسب بنقفل المحور وأبعلم كان أصبر يا ناصر مراكز تغيرت فهي تراها جهاز تغير في دقيقة ناصر فيه فالهمة هالهمة سامس أقاط عويل الكسال أو شيء أسأل الله أن يوفقهم وأن يجعل تقولهم لهذا البرنامج للإعلام بشكل عام خيرا لكم يا رب أسأل الله أن يجعله خيرا لأن هذه ترى فتنة والذي يريد أن أقوله كنت أسأل له فأنا وناصر قبل أن لا ندخل المنشد إذا دخل لا يبقى منشد فقط يظهر من نفسه كل شيء يعني أحمد مثلا دخل كمنشد أحمد يجب أن يكون أحمد المقدم أحمد الممثل أحمد يدير مسابقات يعني كل أنت لماذا؟ لأن الإعلام يحتاج أكثر من منشد يحتاج أكثر من كونك شاعر يحتاج أكثر من كونك ممثل هذا الإعلام كلا في ناس دخلوا كمنشد رجعوا للقناة أو لقناة أخرى كم يقدمين فلا تركز على الإنشاد الإنشاد أظهر نفسك هذا شيء الشيء الثاني أطلب الله الخيرها الطيبة في دخولك إلى هذا الإعلام عند دخلت لا تخلي الدعاء لنفسك لأنها والله إنها فتنة وكلام أقوله من قلبي الشهرة الآن ما شوها فتنة هذا الزن فإنها تكون خير وفيها الخير الكثير جدا ما استغليته وإنها تكون فتنة الأرقام هذه فتنة الفلوس أحيانا تغير مبادئ تغير ثوابت أمور أشياء أنت والد عليها وإذا دخلت في الإعلام تم تغير معك أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على كل خير وإني جملكم قدام أهاليكم قدام نفسكم وقبلها الله سلامتكم جاهزين نعلن؟ من هو صاحب القرار؟ هذا يريدها وقفة نعلن إذا أعلنت تفرى الوقفة ناصر تعليقك على النتائج والمتسابقين قدامك يسمعوا لك أنت سبقتهم في الإعلام وسبقتهم تجربة كمتسابق فبنسمع منك عشان بعدها مباشرة نعلن من هو صاحب القرار المرتقب والله حمستني شوف صراحة برامج الواقع غير يعني الإعلام يعني في كفة وبرامج الواقع في كفة لأنها تصنعك وتبنيك واللي جاي لهدف واضح سيصل بإذن الله أنتم أمن فرصة كبيرة راح تمثلوا أهليكم تمثلوا وطنكم تمثلوا قيمكم تصلوا برسالة إلى الآفاق ومثل ما يقول صاحب يعني قلق السعي إلى المكان يقول وإن الجندية لا يغار من الجنرال لأنه أعلى منه رتبة لكن سيغار ربما الجندي من الجندي أنتم لما تدخلوا المسابقة أخوتكم أقوى من الرصاص ليكن يعني اليد باليد والتصالة تتصافح القلوب قبل الأياد لأنه كلما تركم تنجحون جميعا وتفشلون جميعا بعض الناس يظن أنه لما يحيد الباقين أنه أنا أسيطر لا أنت هناك قد تسيطر في زاوية لكن تسقط في أعين الناس وحتى في عيني نفسك فكوني أنجح حبيبي مبارك أو أحمد أو كذا أنا جالس أعطي فرصة لأنه أبين معدني وتربيتي وأخلاقي فأنتم أمام فرصة عظيمة عائلة وحدة راحة زواج ابن هذا البناء الحقيقي لأنه الإنسان تكله تصورات وتكله طموحات كن أنت يعني ترى كلما كنت واقعي كلما كنت يعني على راحتك لكن أعرف أن الشاشة لها ضوابط ما يعني أني أكون واقعي أني أطلع بأي صورة لا أنا أطلع بالصورة التي ترتضيها الوالدة إذا شافتني ويرتضيها أخي وتشرف عمي والدي في المجالس يقول ترى ابني مايسير هو يستحي أن نقول والله عندي أنه هذا في القناة صاحب القرار جاهز؟ صاحب القرار جاهز أحمد سوري يوسيقون لا تعتبر أنه لنهاية المطاف يفيد دخولك لهذا البرنامج أحد البرامج وناصري أعرفها وأشرف عليها كذلك في الأعداد شخص رفض طبعاً رفض ليس لهيئته ولا شكله رفض اللي يمكن الظروف قدم على أربع برامج كلها رفض قدم على البرنامج اللي بعده قبل الآن ما أقول أنه نجم من الأثرياء من الأثرياء أقول لك شيء يا ناصر ويعرف ناصر حربي فلذلك أنا أقول لا تيأس الرجل هذا لو يذكر قصته ما ذكره نحن نعرفه الرجل من الأثرياء وليس من النجوم من برامج أنا في شيء طبعاً أن ترى الشباب على الكلام اللي شط به أحمد كلام جميل أنه لا تظن أنه هذه الفرصة الوحيدة الحياة مليئة بالفرص يقول نجيب الزامر الكاتب السعودي الكبير رحمه الله رحمه الله اللي يكون جالس على النهر يظن أن الذي فات أكبر لا ترى الباقي أكبر فأنت ما تظن واحد يقول قدمت على شركة أو مؤسسة فرفضني مديرها ويقوله اليوم أنا أدعو له أن هذا الرفض جاء عني كذلك من التجار فأحيانا ترى يشوف دخل يوسف عليه السلام السجن ودخل معه فتيان الأول خرج فقتل والثاني أصبح خماراً وتأخر يوسف ليصبح على خزائن الأرض ليس كله تأخر عقوبة قد تتأخر في برنامج تدخل في اللي بعده فتكون أنت نجم النجوم أنتم أمام الخير والاختيار وخيرة الله عز وجل دائماً خير يا سلام بسم الله نوقف بسم الله يا كريم صاحب القرار ناصر صلعنا بي أنا أجل أشوفك يعني أنك تأخذ قرار يعني كبير كبير تأكد يا ناصر ترى مسؤولية يا ناصر والله ما أدفع الرجوع لقد وقتنا بي ناصر الحربي لا من ناصر الغامضي ولا من غيره ناصر حق لله ناصر الحربي ترى أنا مفتون بيحب الحروب لأنكم تاج وذخر كاب